السلام عليكم معكم مصر ريهاب عادل عشان اليوم هنشرح الملف الارشادي لجريد سيبن هنشرح مع بعض الفكابلري او مفردات الدخلة في الاقتبار ان شاء الله المفردات الغرض بدها ان احنا يعني هم بيسهلوا علينا ان احنا نفهم القطع اللي هكون معنا في الاقتبار فبيعطونا كلمات المهمة الدخلة في القطع فلابد ان احنا نحفظها اول كلمة كلمة نيبرهود كلمة نيبرهود معناها الحي او المنطقة اللي تنعيش فيها وهي ناون يعني اسم وهي an area of town where people live منطقة في المدينة حيث يعيش الناس الجملة اللي عليها سعيد lives in a beautiful neighborhood سعيد بيعيش فيه حي جميل ثاني كلمة هي كلمة celebrate celebrate معناها يحتفل وهي verb فعلي يعني to enjoy fun activities انت استمتع بالانشطة الممتعة after doing something well بعد ان تفعل شيء بشكل كويس حامد celebrated his win احتفل بفوزه with his friends by going out to eat بالذهاب الى الخارج مع اصدقاءه لكي يأكلوا كلمة تليها كلمة festival كلمة festival معناها مهرجان مهرجان وهي اسم وهي a set of activities that usually happens in one place هي مجموعة من الانشطة اللي غالبا بتحدث في مكان واحد ده عيد الفطر festival is my favorite يعني معناها احتفلات عيد الفطر هي المفضلة لها wave كلمة wave معناها يلوح او يشاور بيده to move your hands side to side يعني تحرك يدك من جانب الى الاخر والجملة اللي عليها هي wave at the crowd as they clapped for him هو لوح للحجد او للجمهور كما يعني كما هم صفقوا له كلمة تليها كلمة race كلمة race معناها سباق وهناون when people try to be the fastest and finish first عندما يحاول الناس ان يكونوا الاسرع وانهو الاول في المركز الاول علي ran very fast and won the race علي جيري سريعا جدا وفاز بالسباق tradition tradition معناها العادات noun habits of a country هي عادات دولة or group او مجموعة of people من الناس from one generation to another من تنتقل من الجيل لاخر العادات they have a family tradition عندهم عادات للأسرة بتاعتهم او العيلة of traveling once a year انهما سفروا مرة في العام together معناها معا وهي adverb يعني ظرف to do something with other people ان تقوم بفعل شيء ما مع ناس اخرين علي عند احمد when to play football together يعني ذهبوا لكي يلعبوا معهم together يعني معهم neighbor احنا قلنا neighborhood يعني الحي انما كلمة neighbor معناها الجار هيا ناون someone who lives near you هو شخص الذي يعيش بقرب منك the neighbors got together to have tea يعني الجيران يعني تقابلوا وكانوا مع بعض لكي يتناولوا الشيء competition كلمة competition معناها مصابقة وهيا ناون an event in which people compete against each other يعني هو حدث حيث الناس يتنافسوا ضد بعض حامد was competing in a race against German يعني حامد كان بيتنافس في سباق ضد جمل competition يعني مصابقة hunt hunt معناها يستاد verb هو طبعا verb to go after and look for something and تبحث عن شيء امها يستاد او هي معناها يستاد او يبحث عن شيء امها they have been hunting كانوا بيستادوا for eggs all day ممكن نقول معناها يستادوا البيض او يبحثوا عن البيض طول اليوم crowd كلمة crowd معناها حجد او جمهور وهي ناون هي a group of people in one place مجموعة من الناس في مكان واحد the crowd was singing to support their team الجمهور او الحجد كان يغني ليدعم فريقه falconry falconry يعني رياضة الصيد بالصقور وهي ناون the keeping and training of falcons يعني ابقاء وتمرين الصقور or other birds of prey او اي طائر من التيور المفترس falconry معناها تربية الصقور او الصيد بالصقور او تدريب الصقور hawks and falcons were both used for falconry الصقور والنصور بيصدم له رياضة الصقور because they are strong انهم اقوية and they can survive in different places وقدروا يعيشوا في اماكن مختلفة egg hunt egg hunt يعني البحث عن البيض او استيار البيض نشاط فيه الناس بيبحثوا عن البيض اللي بيكون مختبئ عامد and his brother looked for the eggs عامد واخو بيحثوا عن البيض their parents hid at the back of the house واللي ابو امه خبوه في خلف المنزل tradition زلناه من شوية or tradition يعني عادة او تقليد down the passing down of customs or beliefs from parents to children over many years يعني الاشياء اللي احنا تورسناها او يتورسها الابناء من الاباء والاجداد عبر السنين many people that move to another country keep their cultural tradition يعني العديد من الناس الذين ينتقلوا الى دول اخرى بيبقوا على عددتهم الثقافية training training معناها التدريب وهي نون teaching a person or animal a skill or type of behavior يعني ان ندرب شخص او حيوان على مهارة او نوع من انواع السلوك for them to improve and لكي يحسنوا training course helps the player improve القرص التدريبي او الدورة التدريبية ساعدت اللاعب كرة القدم ان يتحسن worry كلمة worry معناها يقلق to feel troubled by something انت اشعر بيعني مشكلة بوسط شيء ما she spent all night worrying about the exam قرأت طول الليل قلقة عن الاختبار كده تكون اصلا لنهاية شرح كلمة الملف الوزاري اتمنى لكم طفيق كان معكم مصر ياب عادل اشتركوا في القناة